النهارة هنتكلم عن استغلال الزكاء الاصطناعي او زكاء الاصطناعي لتعلم البرمجة وازاي تجرب كمان تعمل انترفيو وايه اسئلة الانترفيو المتوقعة في مجالك عن طريق الاي اي واقدر يقيمك كمان هنعرف كل التفاصيل دي في فيديو نارتف خلينا نبدأ في الاكشن على طول اهلا بيكون فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع مبدأ اين ما عايزك تعرف ان لو انت بتبتدي من الصفرة او لسه هتدأ برمجة فما ينفعش تتعلم من خلال الاي اي اي وهنا الاي اي او اللي احنا هنقوله طول الفيديو هم تلات ادوات رئيسية بنستخدمهم هو بلاك بوكس الخاص بالبرمجة وشات جي بي تي طبعا ويج جاميلي او لوكام برد اي 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 من خلال جوجل او من جوجل فالتلات ادوات دول هم اللي احنا هنشرح عليهم طول الفيديو او تقدر تستخدمهم في اللحجات اللي احنا هنقولها طول الفيديو لكن لو انت بتبدأ من الصفرة زي ما قلنا ما ينفعش تبدأ من خلاله ده لا يغني عن الكورسات لازم تبدأ الكورسات بتاعتك طبيعي سواء من على يوتيوب او اونلاين على كورسيرا على اي موقع كورسات انت عايزه او من خلال مركز تدريب او في الجامعة حتى الكلام هنا المقصود به لو انت خلاص اتعلمت برمجة بس حابب تشفت من لغة للتانية حابب تعرف حاجة جديدة في حاجة وقفت معك بروبلم او كده وحابب تتعلمها في الحالة دي هتقدر تتعلم من خلال الاي اون ولو انت متأسس خلاص كويس بأي لغة برمجة ومعك الاجوريزمس وداتا ستركشور وعارف بعض البروبلم سولفين او هيقدر يدخلك مجال جديد يعني لو انت متعلم مثلا وان بي اتش بي تقدر تحول نفسك كده او تتعلمه عن طريق بايسون او نود جي اس او العكس لو انت نود وعايز ترجع بي او بتحول يعني البي اتش بي تقدر تتعلمه من خلال الاي اي 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 طيب بنعمل ازاي الخطوات اللي تقدر تحولك بقى من مجال للتاني او تبدأ تتعلم من خلال الاي اي 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 اول سطوة هي بناء المعرفة وبناء المعرفة هنا انت اكيد عندك خلفية عن الحاجات اللي احنا عملناها في اللغات التانية اول حاجة بتسأل اي هي بيئة العمل الخاصة بيها مدى شعبيتها مدى انتشارها بتسأل اسئلة عامة عن المجال تبدأ تاخد مقدمة كده عن السينتكس ازاي تطبع هالورلت او تطبع الكلمة اللي انت حاببها ازاي تاخد امبوت من اليوزر وترجعه وتعمل عليه عمليات الجامع والطرح عمليات عادية تعمل سيمبل كالكوليوتور تبدأ تعمل كل الحاجات تعرف الفستاتمنت الفورلوب تبدأ تعرف الفانكشن بتتعمل ازاي كل دي عن طريق الاسئلة بتسأله هاو توميك فانكشن مثلا او اي لغة انت حابب تتعلمها ومجرد ما خلاص خدت المعرفة بتبدأ تربط المعرفة دي ببعض ودي تاني خطوة معنا انك تاخد الحاجات بقى اللي انت تعلمتها وتبدأ تبني مثلا بروجيكت صغير من خلالها تعمل بقى مثلا كومبلكس كالكوليوتور تبدأ تعمل افكار او على حسب المجال بقى اللي انت شغال بي تبدأ تبني مشاريع متوسطة او صغيرة الى متوسطة طيب كده عارفنا الربط الحاجات ببعضها وطبعا لو قسط معاك حاجة بترجع للا اي اي تاني تسأله سؤال تاني عادي فالتالت خطوة معنا انك حتاست بقى المعرفة والمشاريع الزغيرة اللي انت عملتها وتبدأ تعمل نفسك تشالانجز تبدأ تعمل تحديات تبدأ تاخد بقى الافكار الزغيرة دي وتبني بيها افكار كبيرة تبدأ تتحدى نفسك بحاجات انت عارفها من اللغة القديمة ودعاول زيها في اللغة الجديدة وطبعا كل مرة حيبقى رابع نقطة معنا وهي الفصول على الدعم انك تاخد بقى كل الحاجات دي ووقت ما تعطل حتبدأ تسأله مثلا ايه الارور هنا المشكلة دي زهار لي مثلا سنتكس ايرور زهار لي ايرور بيقول كذا الالجوريزم مش بزبوط تبدأ بقى تاخد الدعم من الاي اي وكده يبقى انت تقدرت تتعلم اللغة الجديدة بس مش هنقول ان انت احترفتها الاحتراف طبعا بيجي بالخبرة والممارسة ما بيجيش اطلاقا بحاجة انك بس كده خدت معرفة كويسة وبنت مشاريع والكلام ده وعايزك تعرف ان الاي اي لغايف دلوقتي وفسوسا جي بي تي غير كافي كثقة غير كافي كثقة يعني متاخدوش على محمل الجد قوي في ان اكواد اللي بيطلع على النسعة كتير لما انت مبتبقاش عارف الحاجة اطلاقا بيبدأ يخرف معاك فانت هتعتمد على اللوجيك بتاعك وان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه ولو تزنعت او حاجة هتبدأ تلجأ لبحث جوجل العادي لكن تقدر تستخدم الزكاة الاصطناعي او الاي اي اي الاستخدام اكنه صديقك اللي في الكورس صديقك اللي في الكورس او اللي تعلم معاك في الكورس ممكن طبعا يغلط بسهولة لكن مش مية في المية او صاحبك شاطر يعني او صاحبك الشاطر اللي هو ممكن يغلط بس مش جامد اوي وكده لكن طبعا الحتة اللي بقى مميزة في او الجزء القوي في ان هو يقدر بسهولة يساعدك وبسرعة اكبر وبزكاء اكتر من بحث جوجل العادي او او ان انت تعيش مع نفسك هو يقدر يلمي لك من كذا مصدر ويقول لك المعلومة الكافية المناسبة بالنسبة لك النسبة لفر جزئية وهي الانتروفيو هتقول له ازاي او هتعرف ازاي الاسئلة اللي بتيجي في الانتروفيو في مجال معيب هتبدأ تقول له مثلا اطرح علي عشر اسئلة انتروفيو واستنى مني الاجابات وقارنها باللي عندك او اعمل تقييم ليها فانت بمجرد ما تعمل الخطوات دي مثل انتو قلو اسألني اسئلة فبعيسك جاوب عنيها انت هو حيقول لك انتظار ردك وتجاوب عليها وبعد ما تجاوب حيقول لك الاجابات الصحيحة والتقييم بتاعك ان انت كنت دقيق بنسبة قد ايه فيها مجرب دلوقتي شكل ثلاث اسئلة كده من شاجي بتي هقول له تقدر تقول لي ثلاث اسئلة انتروفيو واستنى اجابتش وقيمني فانا قدني ثلاث اسئلة حنشوف كده السؤال الاول ودرجة صعوده قال ازاي تعرف الفرق بين جيت وبوست في بي اتش بي ايه فده موضوع سهل بنقدر نقول ان الجيت هي اللي بتبعت الداتا من خلال اليو ار ايل من غير اي اه امان او اي حاجة اما البوست بتبقى عن طريق البيلود ونقدر نأمنها هنجو في السؤال التاني قال لي ازاي تهندل الدياتا بيس ترونز اكشنز بالبيت بي عشان بتعمل انسيكيور للدياتا ان هي وصلت بشكل صحيح وسليم فدي هنستعمل حاجة اللي هي دي بي ترونز اكشن ودي بي اه كومت بس انا ننسيت اكتبها له ونستعمل الدي بي رول باك وطبعا الكلام ده مع تراي كاتش الخطوات دي هي اللي بتأكد ان الدياتا او الترونز اكشن سليمة التالت سؤال قال لي ايه هي افضل مجرسات تعمل عشان تأمن الابليكاشنز بتاعة البيتش بي من مشاكل التأمين زي الساكل انجيكشن والسايت سكريبتنج اللي هو الاسس اس اس والحاجات دي يقول بعض الافكار فهنقول اول حاجة ممكن نستخدم فاليديشن نصلا ويممكن نستخدم طبعا الفاليديشن لكل يوزر ريكوست او اي انبوت اليوزر بيدخله تاني حاجة ممكن نعملها اه هي التأمين او استخدام طبعا هو يكون في سيكوريتي اعلى بكتير من بي اتش بي ناتف وثالت حاجة نقدر نعملها ان احنا نعمل او نعمل عشان نحدد انه ما يرفع ليش ملف بي اتش بي وبهدل الدنيا حنشوف دلوقتي اجاباته قال لي اول حاجة يعني ممكن تكون دقيقة بنسبة كويس طبعا هو بيكتب لي الاجابات هنشوف كده اول حاجة قال هي طبعا شرحها لي بشكل اوسع والتاني حاجة قال انك فعلا اه تشتستخدم اه صحيح الاجابة صحيحة وسليمة ونسيت تكتب كوميت وفعلا كنت انا ساكتب كوميت دي بنكتبها اخر حاجة قبل الكاتش وثالت حاجة قال لي الاجابة على طرق التأمين بنسبة كبيرة اه نقطة كويسة اللي انت ذكرتها وقال لي نقطة تانية زي السي اس ار اف بروديكشن والحاجة دي قال لي في الاخر انت فاهم اه اساسيات بي اتش بي كويس والدنيا تمام فبالحالة دي انت كده قدرت تخليه يحاكي او يماتش الانتروفيو او اسئلة الانتروفيو اللي مؤهلة لسوق العمل وممكن تقول له انا عايز بعض الاسئلة المرتبطة بالمجان المعين وتشوف انت الاجابات هلعة تبقى عارفها وقول له مثلا انا عايز اجابات الاسئلة دي ولو لقيته مش ميديك حاجة كاملة افضل وراي يعني هو كده كده باشيات كامل كده فانت بتقدر تدخل في تفرعات جوه الشاتر الرئيسي وتقدر ترجع للشاتر الرئيسي تاني او يعني تقدر تقول له طب النقطة رقم تلاتة اللي انت قلتها دي كانت ايه طب النقطة رقم اربعة تفاصيلها ايه وطبعا حاول لو برضو المعلومة مش وصلة قوي ابدأ ابحث عنها سواء على يوتيوب او على استيكوبرفلو او عن اللي انت عايزه عادي قدس وبكده يبقى انت قدرت تستغل اي 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 او الزكاة الاصطناعي في ان انت تتعلم لغة جديدة وكمان تعرف اغلب اسئلة الانتروفيو اللي ممكن تتعرض لها من خلال الاي اي 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 او يعني اللي انت حتشوفها في الحقيقة بعد كده وهو ساعدك اي 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 ودانيا بالنسبة لك حتكون الازد. هو اصد دا كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقفتكم لو عجبك ما تنساش تنديني احلى لايك. ما تنساش شوف الحلقات والحكاة والكرسات الفات وتستنى الحلقات والحكاة والكرسات اللي جاء وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من اشتركوا في القناة عشان